السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم اخوكم بهاء. في اه درس جديد او اه موضوع جديد اه في تطبقات المركزية لغة سولادتي اه 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 كل الحاجات اللي حاب نتكلم فيها في دوراتنا الفترة الجاية يعني واللي فاتت. اه طبعا اه يدت الناس من ستشترك في القناة تشوف الدورات بتاعتنا سواء على بتاعنا او بالعربي هتلاقوا فيها دورات كتير او مفتوحة. تمام? اه خاصة من الموضوع انا حابب اتكلم فيه ان هو بقى مطلوب جدا حاليا وهو اه وهو ازاي لو جلنا نعمل كده اي ونفتح صفحة الاسمه طبعا الفترة اللي فاتت برضو لسه مشغول لغاية دلوقتي ولسه شغال هو هو لو فتحنا معوقع طبعا ما يعرفش او ما سمعش الانف تي يروح يتعرف بس خلانا اعرفها باختصار ان هي بتبقى حاجة يونيك صورة ملف فبقى عرفها برمز اه معين يعني جاد قابل ماشي? يعني ما ينفعش يبقى فيه منها اتنين زي اللوحات مثلا لو واحد لا رسم لوحة ما ينفعش يبقى فيه منها اتنين هي هو رسم واحدة بس حتى لو رسم واحدة تانية اكيد بيبقى فيه اختلاف ما بينهم تمام? اه المهم فالشغل بتاع الانف تي اه عموما بيتعامل ببروتوكول او ب بسمارت كونتراكت من نوع اي ار سي سيفن توني ون وهو انك بتعمل حاجة يونيك بس فيه بقى يعني او ديت حصل ليه او نوع تانية عمل وخصوصا عشان ينفع في موضوع الجيمينج او الحاجات اللي ينفع تتجزأ يعني ايه يعني لو خدنا بنا في الالعاب عشان طبعا نروح نجيب اه الحجم دي ممكن يكون فيه مثلا جوهرة واحد يكسمينها جزء ماشي? فبالتالي انا واحد بعمل الجوهرة دي او بصمم اللعبة دي فالمفوضة اقول ان القطعة دي اللي هي اليونيك الجوهرة اللي شكلها? هل هي مكونة من كم جزء? عشان اقدر الناس مثلا تجمعها يبقى بهاء معاملها فنفرض ان هي متكونة من مئة جزء فبهاء معاملها خمسة اه محمد يبقى معاملها عشرة وهكذا. فاجي هنا اه لحاجة لي اه او مش او او مش او او لشكل اه اه وان الحاجة دي كلها كزا جزء يعني انت هناك بدل لو خدنا يعني مقارنة سريعة طبعا لو انت عايزة تعرف كل حاجة عليها هتلاقي هنا دورات يعني اه كترة جدا ان شاء الله يعني موجودة بتعرفك كل حاجة بتخرح الماف هتلاقي هنا من اول العمل ما تقدر هتلاقي فيه دارس اصلا يعني فيه دورة اللي هي تقريبا كليت ايه او كليت تقريبا دي اللي هي بتاعك دي قائمة ان هي بتعرفك او او انا مش فاكر الترتيب طوام بصراحة طب بتعرفك اصل ايه ارسي سيفين تون وان اه بيكود بشكل وخلافه الاختلاف الجوهر الما بينها بقى وما بين او الف مية خمسة وخمسين اللي هو المالتي تساند توكن ان التوكن الواحد هناك بيبقى توكن واحد يعني ايه اه توكن واحد بس صورة واحدة بس ما بتتجزقش واحد بس اونر بيملكها بقى طلع حاجة تانية بقى اللي هو ايه ده ده التطوير بتاعهم فبقى ايه بقى بقى ان كل صورة موجودة فطبعا اللي هو مختلفة نشوفه مع بعض هنبص على الدواء المشهورة هنا وبعد كده ان شاء الله نقدر نقارن ما بين دول ودول انت نستخدم ده وانت نستخدم ده فالفكرة باختصار ان انت لو حاسيت ان انت عندك حاجة يونيك بس عايز منها يبقى فيه منها كذا جزء وتدي الكل شخص منهم جزء وطبعا اللي هنشوفه هنا فانت محتاج كده تسخدم الاصورة اللي قدامك او الملف اللي قدامك او الحاجة دي هيخوضها شخص واحد بس ويبيع ويشتلي فيها وهي ملكة للشخص واحد بس ماشي برضو ما يباعها يباعها الواحد بس ما يفعش يبيع منها حتة فانت كده محتاج فهو ده الاختلاف الجوهر ما بينه هلو نبقى نبص على المالتي توكن ستاندرد نبص على شكله طبعا نبص برضو على الموقع خلا نفتح كده مثلا دي لو فتحت انت اي واحدة من دي وفتحت اي واحدة ودخلت عليها تعرف هي معمولة بقى هندورت تقريبا من الديتيلز على ما اتذكر ده اهو دي ارسي سيفينتون هو بقى مشهور الفترة دي يا ناس كلها بتعمل حاجة ولو بصوت فوقها هنا كده هتلاقي ان هي فين بتبقى موجودة فين دي اه واحدة آآ دي ده العقد ده هو نقدر تشوف ده الكونتاكت الارس بتاعها وهتلاقيها مكونة من آآ هتلاقي ده العقد بتاعها تشوف تشوف الترانسفير بتاعها بس انا اعتقد احنا نقدر استنى بس نشوف الاونر اونر باي ده بما موجود هنا يا مفهوك بتميقى موجودة الكونت بتاعها هل هي واحدة او اتنية يعني متقسمة او لا ممكن نبص على المهم كيفو غيره مكانها مهم خلونا نبص على ممكن ننزل تحت انا عايز لمش الاوفر استنى استنى ايوة ده هي هي ده اصل طب نفتح واحد تاني المهم المفروض بيبان المهم المهم طيب احنا بقى عايزين نتعامل مع ده ونشتغل عليه ونبص عليه طبعا هنبص عليه بس كده بعد كده هنبقى نعمل اه عن طريق اه ريميكس هنعمل حاجة ونشوفها بشكل بشكل او هقولكو حاجة خلونا خلونا الاول يعني انا ممكن نروح هنا ونبص ونقرأ بس انا نشوف هو ده طبعا هتلاقي فيه دلة زي التاني ودلة المنت اللي انت تعمل المنت ونضيف الحاجة بتاعتك هتلاقي اختلاف بقى يا ده وروح هنا وعملنا منت ماشي لو جت هنا خلونا نبص على المنت هتلاقي هنا المنت طبعا هو بشكل حاجة بس خلونا نقل بسم الله ده الانترفيس نزل تحت خلونا نفتحه على اه اه ارسي او بن زيبلي عشان نبص على ايه بيبوا عملين شرحة افضل ماشي لو جت هنا نبص على هو هنا مقسم لك حتى الدول اهو ده المسال احنا هنبص عليه ماشي اه ده المسال خلونا ناخده كده عشان انا بروح نستخدمه بس هنبص طبعا ده مثال عاملينه مستخدمين فيه خلونا هنبقى هنشرح احنا التفاصيل بتاعت الايه او سي ستيفن توني بالدول بتاعته بس انا بحب اللي انت ايه تشوف المخرج الاول عشان انا بشرح تتخيل اه هي دي اللي كنا بنعملها شكلها الفلاني مش هي يعني عاملين ما تيجي من وراء القدام بتبقى افضل فلو روحنا هنا وفتحنا ريميكس ايثيريوم عشان نقدرنا الشكل نروح هنا على ده هنا اه ناخدنا نجيب دي فولت دي فولت ده هونت كونتراكت هنعمل هنا مسلا كده في وقت ده نعمل ما نسميه نحطه ماشي اوكي هو بقولك ان ده حاجة انتنا سيخن زي ما نبص شو عشان انا شو كويس ونروح بدي كده ماشي خلونا نسميها نفس الاسم دي طبعا زي ما نقولكو هو افضل المسال او الحالات اللي بتحتاجها في الجزء ده هو بموضوع حتى عشان كده المسال هنا مديك الجيمينج ماشي نقوله احنا الشرح بتاعنا هيبقى على ده هو طبعا عامل اه كونتراكت جيم ايتم وعمل منه خمسة ماشي طبعا هو هنا الفكرة كلها انه هو بروح يضيف اه لو جدا نفتح ده كده ده طبعا مالف فيلم تداتة بس يعني سيبنا الناس اللي دارست اه ومفروض بحط مكان اللي ده اللي ايدي بتاعها او حاطة واحد دي واحدة ايضا انا هاتح الغراط اه هو تقريبا ده بس لقربة تقريبين داي نبوص هنا يكون يكونوا مزودين اه اعتقد اصلا هم مش مزودي ايتم دوت جيسون اه هو اعتقد ده مش شغال يعني هو بس وحطه كده كشكل استنى اتش دي سي بي اس جيم دوت دوت هم مش شغال هو بس ما حطه كشكل بس انت المفروض ده ده اللي بتحط اه انت بتبقى رفع الميتة داتة بتاعتك على وبتبقى ضايفة هنا فهو هنا حاطتها وبيبصلها كل واحد منه ماشي المهم المهم ده هنبقى نعمل حاجة احنا ما يسلي هنا خاص بنا اه نبقى رعملين الصورة ونحطه هنا ان شاء الله ماشي المهم نشرح الشكل احنا طبعا شغلنا كله على اي ارسي سيفين تون وان اه خادر نبص عليه في اوبن زيبلن هنا وبعد كده هنيجي نرفعه احنا بقولك ان انت تقدر من خلال ده اللي تتعرف الواحد ده كان بس خادر نروح للمنت لان المنت هناك احنا هناك كما كنا بنروح في ارسي سيفين تون وان لما كنا بنمنت كان كل مطلوب انت تديله اه اه الاتا المتا داعت بتاعتك وتقول ان الحاجة دي بتاعت الشخص الفلاني بس لا انت هنا بتقول له بقى في زيادة بقى عليها خلنا نروح اه طبعا دل المتا داعتا اهي تقدر تديل النيمو والديسكريبشن والامنج بتاعك توقع انت رفيعها مسلا وتستخدمها ماشي فلو اخدنا دي كده برضو هتلعي من الشغل عشان ايه? انا عايز انا عايز انا عايز انا لو انا رحت هنا ايه? هي بتاخد منك الاكاونت الادرس زي ما نشوفك دراقتي وبتدها الاي دي بتاع الصورة اللي انت عايزها واهم حاجة الاماونة طبعا تدها تدها عن طريق بايتس داتا بايتس طب فل انت عايزها وستتسابعة دي يعني ان ده نسيبها فضل زي ما هو سيبه هناك كده طيب خلو نررنا ده ونشوف الشكل بتوع عمل ازاي عشان نفهم برده ماشي? طبعا انا عشان بعيد هو قلت يعني اللي مش هايف اللي ما معرفش اصل ايه ارسي سيبين تقول انا مش هايفة من اللي انا بتكلم في ده. المهم طريقته ان شاء الله بسيطة بس يعني فيها شوية ايه? فيها ده زيادة فبالتالي التعقي. طبعا انا هو هنا عامل ايه بقى? هو هنا اما بيمنش. خلال اللي هو عامل بعد كان يموت لنا بنعدلها دي. انا روح هنا نعمل كنترول اس. نشوف اللي هو طالع لنا. بيقول لك دي اه انا عامل اعلى من ده. ماشي خلونا نجيب ا انا. نجيب ده. نشتغل على زي ما هو. تمام. تمام كده ران. تمام. نروح هنا نركز بقى في نقطة معينة. طبعا عشان انا هشتغل من هنا. ماشي. فانا هشتغل من الاولاني وهيبقى لوك العادي. هنختار طبعا الجيم كليك. تمام. نروح نبص بقى على ايه? على الحاجات اللي الدوال اللي تعملت. كل الدوال دي جاية. عندي حاجة اسمها خدرنا نكبر ايه. شايفها? ايه فعلا نكبر بتاني شوية ولا ايه? ايه? المهم دي سيف باش ترانسفير فوروم. سيف ترانسفير هنشوفها. عشان تحطه تا حاجة معاينة كل واحدة بيقول لك يا بتاخد ايه? سنزوم هنا شوية ايه بعد. تمام عشان نستشوف. ماشي. خدرنا نمشي من تحت الفوق. او الحاجة اللي هي الايه المهمة. هو طبعا دلوقتي الشخص ده عمل ايه? عمل اه عمل منت خلاص. عمل منت الكزا ايه اللي ده اللي عمل دوال دي. ماشي طيب هو عمل ايه? لو انا روحت هنا. وعايز مسلا البالانسف هو بقول لك دخل ايه بقى لو انت عايز تعرف البالانسف بتاع. طبعا هو هو عمل من كل واحدة بصه ودخل اماونت كم? دخل اماونت عشرة في عشرة سبعة عشرة 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 كبير. يعني مسلا لو جينا ندخل هو عايز الادرس بتاع الشخص اللي عمل فهو الاونت فلو حطيته هنا كده. وقلت له مسلا واحد هو ايدي واحد. هو المفروض كده عامل ايدي واحد. هو آآ ده زيرو واحد اتنين تلاتة اربعة عمل خمسة. مهم لو قلت له واحد ده هو عشرة سبعة عشورين ده. قلت كل ده واحدة كده عشان الكون هو ده الاولاني صحنا نعمل منه. ماشي. بعد كده ما نعمل في ايدي واحدة كده. زيرو وان اه ده ده الباتش. طب نسجع ورابس شاشر دي نبين. ماشي. وده واحد ده لو قلت له هنا هي دي هي ده اصلا هي دي تماما. هقول لو قلوه كده. شيل ده. شيل ده. هشايف هو ليه اصلا عمل عملها فهنا نسقف الهي التانية دي واحدة. نقول له الاي دي. اين مسلا. او هنا سيدي بيقول لك. تو داتا. الارجومنت. الري اوف نال. هنا هو عاوز اكاونت. جولد سيلفر. ماشي اراي. هنا عملنا المنت. لو قلت له واحد ده اليور اي ايه. اقول. طلع لده اليور ايه اللي احنا حافظينه. ماشي. اه المفروض هنا فيه اه. دي مش عامش غلالة ليه. طيب خلونا كده نعمل اه نشوف هو مستني من هنا الادرس. هو ده النسخ الادرس صح صح. اه. ماشي اهود. هنا زيرو مسلا. اه اه. ماشي تاني بلا كنت اخد تقدرس غلطة او حاجة لو قلت له واحد. اه بالزبط هو ده الرقم ونخد لو قلت له بقى اتنين دلوقتي. نجيب له واحد بس صح. واحد اه اللي هو حط الاماون دي. فهو الراجل هنا راح عمل منت. اللي ايه? للبتاع. لو انا دي بقى اللي احنا نبقى اندردش فيه. لو روح تجارت الادرس. وروح تناهد على دي. ماشي قلت له كل. ماشي ما جاب ليش حاجة. ليه بقى? استنى اولا هنا. ماشي ما جاب ليش حاجة. مفروض ده الرقم عشان هو بيقول لك هنا. المفروض لو روحنا نزالة المنت. لو روحنا هنا. اه سر البالانس اوف. لو جينا نبص هنا وقولنا. بلانس اوف. بتقول ايه? بلانس اوف. اهي. بلانس اوف اللي احنا نقف عليها. دي مستحف سيم لينس. اه بلانس اوف باتش اللي انا عز بلانس اوف بس. بلانس اهي. بلانس اوف. اهي ميدالة كنت عملها. ماشي بلانس اوف. ممكن نروح عشان يجي بتاع بتاع المهم. انت كده بتقدر توصل للحاجة وتقدر تعمل لها منت. ماشي? بتقدر تعمل تمام. خلاني كده روح ليه. اه فين الترانسفير. لأ اهي ترانسفير اهي. لو انا مسلا انا واحد طبعا منذ الوقت لازم اكون انا صاحب انا ده صاحب الحاجة. عايزة ابعت للشخص التاني ده. انا مسلا انا معايا من اللي هي دي كتير. انا عايزة ابعت له مية مسلا منها اللي هي اي دي صفر. فخلنا اخد اخد دكابي بعد كده رجعه تاني عشان اعمل منه الترانسفير. وهنا بقول لك انت عايز تعمل من مين? طبعا لازم اعمل اه ده. ده ايه لا? اه واجيب ده من ده. هو بقول لك الدلة بتاع الترانسفير دي بتاخد اه اللي هو الشخص اللي معاه اللي هو انا. طبعا هي الدلة اللي بتتأكد ان انا اللي بعمل الترانسكشن اكون انا الصاحب الحاجة. ماشي? وده اللي هنشوف. عشان كده بوريكم الشكل. عشان لما نيجي نقرأ الكود بتاعها هنبقى فاهمين. ماشي? نيجي بقى الاي دي. ايه الرجل ده طبعا معاه هو صاحب الاي دي اه اه زيرو واحد اتنين تلاتة اربعة فلا مسلا هقول له اه انا عايزك تبعتلي من الاي دي اه اه زيرو مسلا. اي دي زيرو. ابعتلي الرجل ده مسلا الف. هو مع كتير. وطبع البيتس دي خلها ايه? زيرو. اي يعني ايه? اه اي فيج داتا كده هو. مش مش دي كوي. طيب نقول له اعملت صح ايه. طيب نروح بقى للرجل ده اللي احنا بعدنا له. نشوف معاه حاجة من صفر ولا لا? تروح تأكد تروح على البالانس زيرو. طبعا لو رحنا البالانس تو دي كده. عدي زيرو معهوش حاجة منها. انما لو قلت له انت هل معاك اي اجزاء من الاي دي او من الاي ار سي من الابجيط اللي افتهاية اللي هي زيرو. قلت له كل. هيقول لي او معايا من هالف. يقدر يعمل ترانسفير من الالف دي الخمسة ومية. الادرست اللي وهي كسا. ماشي? فانت عشان بس نبقى فاهمين نما نجا نقرأ السمارت كونتراكت. اه ممكن نروح نستطيع انكم احنا ممكن اصلا اه هو بيه اصلا موجود هنا. فلو طبعا نفوق كده اصلا لما بتعمل لما بنعمل هنا مفروض كونتراكت. مفروض ده. ماشي مش مشكلة. هو طبعا جاي من اه من اه. اه ممكن نروح للجيت هاب. جيت هاب. اوبين زيبن. لين بقى هي بقى دي نزلس هنقض نقرأ الدلة دي. بس هو ده الملخص بتاعها. فهنا روح نقضل بتاعهم. روحت عالجيت هاب. طبعا هو افضل حاجة اللي هو بتاع اه سيريا من نفس اللي هيكت فتحة. ده في شرح كامل. بس انا مش هنقض نقرأه وانت تقرأه باحت. انا اهمي هنا وليك شكف الكود ونشرحه مع بعض. ماشي لو روحنا مسلا هو هنا موجود في التوكن. وروحنا اهو ده. ونروح مسلا طبعا ده شرح بتاعه تمام? انا عايز ماشي اهو. لو روحنا هنا مسلا طبعا ده نشوفه اهم حاجة طبعا لو روحنا كنترول اف للمينت اه ادالة المينت بولا كنية بتاخد المينت والاي دي بتاعها والاما ونت وطبعا بتاخد الداتة وبتعمل لها تمام وبتباص وبتاكد من شوية حاجات. فكرة بتبعت الدات دي للشخص ومعها العنصر تقول لين ده. تمام? لو روحت على الترانسفير. ان شاء الله لنا يعني ان شاء الله حبا اهو عمك بس انا بوريك عشان ايه الناس اللي اه ترانسفير روم. اهي. بتوسس ايدي. اه بتاخد منك خدر هنزوب اكتر شوية صاح الناس مش هتشوف كده. اه بتاخد منك فروم منين وتو اي دي والاما ونت وطبعا البيت تمام? وطبعا هي اه بابليك وتمعين بتتأكد لازم بتأكد ايه با يا سيدي? لازم بتتأكد ان الشخص ده اهي. ده عشان بتتأكد ان الشخص ده. انت ممكن تخلى حد هو المندوب عنك وهي تزالة الابروف اللي موجود في اي حاج? موجود في الارسي سيفن موجود في الارسي اتويني في كل الحاجات. ما تلاقي اي حاجة في اابروف. فده يبقى واحد انت بتخلى مسلا ادلس هو بيانوب عنك في العمليات. وده بنستخدمها في الغالب اوقات آآ يعني في عمليات اللي مدفوعات نبقى في حد مسؤولا حد دوكتة المهم. فهو هنا بقولك ان لو انت مش واحد من اثنين دول يعني مش انت ولا انت ولا اللي بيعمل ده هو صاحب الحاجة ولا اللي هو معمول له ابروف واحد من الارسيات اللي محتوط لها ابروف على الاي ده. ماشي? فبقوله ان انت مصاحب منك صراحين تعمل حاجة دي. فهي ده اللي كنت بكلمكم فيه. ماشي? فده باختصار ايه يعني الفروقات او وردكو الشاكل ايه هو ده المهم? نحط الداتا بشكل معين ونجيب الداتا. طبعا انت لو تحط الداتا باي شكل من الاشكال وترفعها بتلاها ترفعها بتلاها كده. وبنسي بقى مهيق او راح في. اهو وبنسي مهيق انه بيقبل اي ارسي سيفن تون ون. وال اي ارسي فن ايه اآ او وان وان فاي فايف. فده كان ايه? يعني بيرفيو بقى سريع كده عن الفرق المبين ال اي ارسي سيفن تون وان 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 فاي فايف بحاجات فيجوال تشوفوها ولنا ان شاء الله حاجات جاية في شرح لكون نفسو. وان شاء الله نحاول نعمل ماركت بليس زي اللي احنا عمله بنعمل واحد يعني بنعمل واحد يعني بنعمل واحد كمعكم أخوكم بهات من السبسكرايب من الدعم من التسابق القناة والكورسات بتاعتنا هتلاقوها هنا وأي أسئلة أنا موجود انتظرونا في لقاءة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته